أهلا وسهلا ومرحبا بكم تحية للناس التبع فينا الكل وخاصة الفلاحين في كل ربوع الجمهورية كما تعاوتوا بينا كل خميس في برنامج تربتنا هي ثروتنا في إطار برنامج الشراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومشروع بروسول اللي هو مشروع يهتم بحماية وإعادة هيئة التربة المتداورة في تونس وتشرف عليه وكالة التعاون الألمانيجي زاد بشراكة مع وزارة الفلاحة ممثلة في الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية وكما تعاوتوا بينا كل مرة نتناولوا نشاط أو برنامج قاعد يتخدم في إطار المشروع هذه اليوم نعرفه الاهتمام الكبير متاع الفلاحة يتوجه نحو قطاع تربية الماشية ونحو الموارد العلافية اليوم في ظل الأزمة العالمية وفي ظل التزايد الطلب على الأعلاف ما عادش عنا حتى خيار اللي نعاوله على إمكانياتنا الذاتية وعلى مؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها ديوان تربية الماشية وتوفير المرع اليوم ضيفنا سي أنيس زعيم مهندس عام وكهية مدير بالديوان بش نحكيه على المؤسسة هذه وبش ناخذ فكرة على نشاطاتها وكذلك بش ناخذ فكرة على برنامج شراكة بين ديوان ومشروع بروسول سي أنيس مرحبا بيك مرحبا بيك شيروطفي نحب في بداية الحوار بتاعنا نقدم تحية الراديو الفلاح اللي معطيها يلعب دور كبير خاصة في حالة وصل الربط بين هياك النشطة في المجال الفلاحي والفلاح سي أنيس فكرة هو ديوان تربية الماشية تبارك الله اسمه وصمعته وصيب خطه وتاريخ كبير في الميدان الفلاحي اليوم فكرة عامة على نشاط ديوان ومجالات التدخل المتاع سي أنت في البداية ما نحب أن نقول ديوان تربية الماشية تفير المرأة هو مؤسسة عمومية إذا تصبغي غير إدارية المهام بتاعه تنجم تتمحور في أربع مهام أساسية المعنصر لولاني هو التنمية المورد العلافية والراوية المسامة في تنمية إنتاج بذول العلافية والراوية تطوير تقنيات الفلاحية الخاصة بجراءة الأعلاف وجمع محاصيلها وتحويلها وخزنة إحداث وتطوير وتحسين المراي تثمين فواضي الزراعية والصناعية لتغذية الحيوانات هذه العنصر الأولين العنصر الثاني تطوير طرق تربية الماشية عبر برامج تحسين السلالات عدال ونشر تقنيات الحديثة في تربية الماشية ودعم إنتاجتها المساهمة مع مؤسسات التكوين والبحث العالمي الفلاحي في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتنمية القطاع والمعاضة الفنية في مدينة إرشاد الفلاحي والتكوين الخاص بتربية تربية الماشية وتوفير المرأة العنصر الثاني هو المتابعة الاقتصادية للقطاع والمساهمة في تطويره عبر متابعة وتحليل معطيات المؤشرات متعلقة بقطاع تربية الماشية القيام بدرسية قطاعية وتحليل فنية واقتصادية لمشاريع قطاع تربية الماشية والمساهمة في بعض الهيكل المهنية وتنظيمها وتزويد القطاع بالمواد الغير تنفسية بالإضافة للعنصر الرابع اللي هو بصورة عامة القيام بكل المهمات الخصوصية اللي تأذب بها الدولة لغاية تنمية قطاع هذه في برامج خصوصية حسب الظرف سي أنيس واضح ومهام كبيرة اليوم السؤال اللي يطرح الفلاحي أقول لك إنا الديوان هذي شنو الإضافة اللي يحقق هذه مباشرة للفلاحة اليوم الديوان الإضافة اللي حققها هو كل ما هو قطاع تربية الماشية وتوفير المرعة نقوله قطاع تربية الماشية نجمش نفس الورة لتوفير المرعة بما فيه الأعلاف وتعرف الخصوصية المرعة الهذية من حيث الشحطة الموارد المائية وقالة الأعلاف وكل الديوان يقوم متها بالتأثير للفلاحة وكما قلت لنا حسب البرامج مباشرة علقتكم مباشرة بالفلاح في التأثير عنا برامج لتمثل المش入 الفلاح مباشرة مباشرة في الجهات كل في الجهات كل في الديوان مثل في الولايات الجمهورية كل بالإضافة اللي عنا ثلاثة ضيعات ضيع في الشماء ضيع تفروتيسة وضيع في الوسط الضيع تصويف ومشروع شانشو فيه جابس وبالإضافة معمد تصنيع العلف في شانشو فيه جابس كذلك وخاصة مركز أكثر البذور العلفية والرعوية بالجرين اللي هو الوحيد المركز الناشط في مجال البذور العلفية والرعوية سيانيس أنت حضورك اليوم في إطارك كما قلنا برنامج شراكة بين الديوان ومشروع الترسول لكن استغلوا حضورك وضعية قطاع تربيت الماشية اليوم وضعية قطاع تربيت الماشية ماذا بينا بكل سراحة بكل سراحة بتبع حاجة ما تتخبئش هي بشكل سراحة ما يشكوش اثنين في الظرف الصعيب اللي يتمر بيه قطاع تربيت الماشية خاصة من حيث الموارد العلفية وغلاء كلفة الانتاج أنا كما تعرف الناس كل معناتها أغلبية الموارد كلفة الانتاج الحيواني أكثر من 70% منه هي بتغذية الحيوانية كنقول تغذية حيوانية ما انتهى راو احنا كنشوف الفلاح في شنو اللي ما انت فيش قدم في كأعليف الماشية متاعو الأغلبية ما انت مركزة الكنسانتري اللي هو المواد الاساسية متاعو مواردة وفي ظل العنصر لولينيسا تغيرت مناخية اللي يخلى النقص متاع الأعليف المحلية من حيث تلقرة وزيدة قلت اليوم تقريبا اليوم تقريبا تخل ربيع مشوفنا شي من ربيع مستنس ربيع أخضار والغلب تسرح بالأسف مالتها السناء هذه السناء عام استثنائي بكل المقاييس خاصة كي تشوف تنحي مالتها وولاية بن زرد وولاية باجا مش الكل وشوية من جندوبة أغلبية المناطق مالتها وولاية اللون الأخضر مالتها تشترك تراه مالتها نادر وذي مالتها حاجة مؤسفة للغاية وعنده تأثير كبير مالتها بشيكون حتى كمش تويكة مالتها بداية معتها العالمات مالتها 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 في توفر العلاف بشيكون عنده تأثير كبير واضح سي أنيس إن شاء الله ربي يرحمنا بالمطر نحن ديما نقولوها رو كي الفلاحة تبدأ أمورها ماشية البلاد الكل تبدأ أمورها ماشية تونس بالأساس هي بلاد في الحية نرجع الموضوع الأساسي موضوع حصتنا اليوم برنامج شراكة بين ديوان ومشروع بروسول وقتها شبداية شنو الأهداف متاعه وشنو تخدم فيه لحد الانتلاق كان في موفى سنة 2021 معتها فترة مش طويلة ويتواصل حتى ديسمبر 2023 العناصر اللي ركزنا عليها في اتفاقية هذية مع وكال الممولة من GZ ويتشرف عليها الإدارة العامة للمحافظة على الأراضي الفلاحية العناصر اللي يخدم عليها الديوان برشا ماتها المراكزين عليها هي الفلاح الإكولوجية وذلك بهدف إدماج البقليات في أنظمة زراعة الحبوب وبتباع فيها الخلاط العلفية وكل موارد العلفية تحسين المراي انتاج البذور العلفية والرعوي وتطوير قطاع الأغنية من سولاد السوداء اعتبار بتباع هذا كل مر عبر التنسيق مع مختلف أطراف المدخلة في المشروع نذكر منهم على سبيل ذلك إدارة العامة للغابات وكال إرشاد الفلاحي المؤسسة البحث التعليم العالي الفلاحي المعهد لوتين البحث الزراعية بتونس المعهد لوتين زراعات الكبرى المعهد المركز بيتكنولوجيا بورس صدرية دوان الأراضي الدولية وغيرة من المؤسسات في إطار تفاعل معنا في إطار وضع برامج متكاملة بتبعها وهذا كل فيه عننا عنصر بتدعيم وحدات الانتاج بتاع بين البحث والتنمية هي بلاتفورة معتها الترانسفير التكنولوجي بالأساس الولايات اللي يشملها تدخل الديوان السبع ولايات اللي مدرجة في المشروع نحكيوا على باجا سليانا جندوبا الكاف القروان القصرين سيديبوزي البرنامج الشراكة بين الديوان والبروصول يشمل الولايات هذوم الهدف مشاركة وين تحبو توصل؟ والله نحن نرى العنصر العنوان الاتفاقية بيننا والبروصول هي مراكزين على دور إدماج تربيه المشروع في المستغلات الفلاحية يقولوا إدماج تربيه المشروع في المستغلات الفلاحية عنده حاجات إيجابية للفلاح يقولوا نحن سميت فلاح الإيكولوجية مثلا هي ليه ماش حاجة جديدة حاجة ممارسة أقديمة متجدة والأساس الخدمة هي المحافظة على التربة اللي هي أساس راس مال وراس مال متاعنا قاعد مهدد برشا وتربة متاعنا ماشى وتفتقر إذا كان نقولوا إحنا مش نقص المواد المائية برك مانتها نقص المواد العضوية في التربة الخصوبة تتراجع عنا الانجيراف عنا برشا حاجات مانتها اللي يظهر في التربة يزبنا إحنا مناقفوش يزبنا نحاولو كيفيش تربة نحافظ عليها ونحاولو الرجعو لشنو الهزينة من عندها في كل موسم عبر عدة برامج السيانيس يقول القائل اجدخل دي وين تربية الماشية في التربة التربة هي أساس المنظومة لانتاج كلها مرتكزة على التربة التربة هو رسمي معتذا إذا كان نقول وإحنا يقول لك أنا إدماج تربية الماشية في عنده تأثير في خصوبة تربة أنا إذا كان ندمج تربية الماشية باش نضمن أني باش نغبر الأرض متاعي كي باش نضمن ندمج تربية الماشية باش نضمن أني نعمل تداول الزراع عبر أدماج البقليات اللي إحنا كما تعرف ما يخفش عليكم أغلبية الأراضي الموجودة المزروعة كل عام تضغى عليها النجليات النجليات في مواعيط القمح والشعير وقصيب وكل إذا كان إحنا كل عام نزرعو ما نحطه حتى شي للأرض والتداول الزراعي أبار اللي ما انت باش توفر لك البقليات اللي على فيه تزرعها أنت في التداول الزراعي من كميات ما انت أزوت طبيعي في الأرض ينقصك من كل في الانتاج الموسم القادم عندك نقول التداول الزراعي بالنسبة للجذور خاطر إذا كان باش تعمل الروتاسيوم الجذور بيذا وذلك عنده نعكاس كبير على المرددية وخصوبة تطربة وغيرها احنا المالي فات عملنا يوم إعلامي في سيديو وزيد واحنا ندور على الطريق وقفنا فلاح معنا ورينا منطقة قال هذه عوام التالي كانت مرع خضرة توا بالحق تشوف عبارة أثار رومانية وليت سفرة الأرض تسحرت بالحق اليوم حتى على مستوى المراع الخضرة كما قلو احنا ولا لدينا مشكلة كبيرة وكما قلوش تفقد التقريب انت يقول سيديو بوزيد انا نقول لك المنظرة تنجم تشوف ملفح السرد التالي مش من سيديو بوزيد خاصة في العوام هذه وخصوصا العام تاسناء وكي تقول انت سيديو بوزيد عندك النقص الأمطار عنده عكاس كبير تدور المراع وكيف كيف اذا كان نقص الأمطار عندك فاللاح عنده لغنان ممتاع وعنده مرعة قدامه باش يسيب لغنان ممتاع لغادي باش تصير ديقراد حتى الموارد الموجودة مش باش تكون راعي معاقلا باش تكون راعي مالي فما تفقير هذا هذا سي انيس اشنو تقريبا انت قدل البرنامج الشراكة بدأ في آخر 2021 شنو اللي تعمل لليوم بالنسبة الانجازات اللي تعمل اليوم كان ناخذ بالعنصر بالعنصر بالنسبة لأكثر البذور معنا برامج اكثر بذور يهم أصناها في سلة الشمال في الجنوب في الشمال سمعني اكثر فصل سلة الشمال في الشمال في اليد بنزارة وباجة عنا البرسم الخضراوي خاصة في جندوبا وعنا الفصل الجابسية في القروان ونهنا يتوجه للمغدين ومعت احنا التوسع قدر الامكان في انتاج البذور هذه خطر لما لها من اهمية وهذه كلنا نعرفوه احنا جربنا في الكورونا توصل انت في ظروف انت عدت بالكورونا وتوى خلطت عليها الحرب الروسية الاوكرانية معاش المشكل هو الفلوس برك نجم انت عندك فلوسك ومتجم فما ندر في الموضوع بعد ذلك احنا حطينا الباكية كلها لانتاج البذور المحلية وليما لها من دور من كبير خاصة الفصل الجابسية اللي كما تعرف من نجم وندخله في تثمين المياه المعالجة والتوسع في المساحات هذه وليما لها من جلو خاصة خصوصية مثال القرط الفصل اللي ما انت يتم اعتمده خاصة نتو 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 القروان فما طالبات كبيرة خاصة نسناء خطر العلاف الصيفية فما اشكال كبير في العلاف الصيفية فما طالبات كبيرة على بذور الفصل وبعد بشيجي الدراع وبعد باللضمان مثال تغذية القطيع والتجارب هذو ما يتموا عند فلاح ولا على مستوى الضياعات اللي تابع للديوي هذي احنا فطنا مرحلة التجارب خطر طريقة ولينا نتخم في الانتاج فهم التوسع وعننا مكثريين اللي ولينا نجم يقولوا عن نواة مكثري بذور اللي نتعون معهم اللي ما تستنسوا بالباكية تكنيك خطر يقول أنت حزمة فنية لانتاج البذور ما هيش حزمة فنية لانتاج الأعلى من حيث اختيار القطع المداوات الحصاد التكييف كل هذا كل فهمت سي أنيس مقارنة بالعوام اللي فاتت وديو ما حكينا على التغيرات سواء المناخية حتى الاقتصادية والعالمية ومن خلال علاقتكم بالفلاحة اليوم فما إقبال أكبر من الفلاحة للزراعات العالمية فما وعي جديد بأهمية التعويض معناه عن الانتاج المحلي والله الانتاج المحلي الناس كل هو واعي اللي يلزم من التثمين الانتاج المحلي عنه مستمبطات البحث العلمي احنا عن البرامج عبر مشروع البرامج الوطنية اللي يقوم بها التعريب بالأسناف المحلية عبر قطاع إضاحية عبر أسناف مجربة أسناف وعدة أسناف محلية تخليك أنت مكش للخارج البذور متاعنا احنا نحاول وديما نشجعل فلاح حتى أنه في ظل غياب منظومة وذلك زد الموضوع آخر اللي بش نحك لك علي فمعناش احنا اللي طوي في تونس منظومة مهيكلة تعنا بالبذور العلفية ورعاوي فماش هيكل يشرف على الانتاج والتوزيع متاحها مش موضوع هيكل يشرف الانتاج والتوزيع المنظومة تعد بذور العلفية من الإصنبات للإكثار الأول للإكثار للوحد فما ما فماش منظومة مهيكلة تنجب تقول كما على غيرار مثلا منظومة الألبان برغم تواجه برشا صعوبات توا لكن فم منظومة مهيكلة اللي تسمح لأنني بش نجاوز الصعوبات الظرفية هذه بالنسبة للبذور لا نحن في ذلك حاولنا طريق مشروع بروسول والمشاريع الأخرى نحث للفلاحة أنهم ينتجوا حتى البذور الذاتية متاحهم لكن مش ينتجوا بذور برك معاهم معتها ضمان الحد الأدنى من الموصفيت وفرانهم من تطريق بروسول زوز معتها آلة تكييف البذور واحدة في مركز الجرين مش تسمح الفلاحة المخرطين في برنامج كثير البذور باستعمال تصفيت ومدوية البذور متنقلة واحدة أخرى في ذاعة الفريتيس على ذمة الفلاحة كيف كيف معتها هذه المهمة وخاصة عندي حاجة أخرى معتها اللي في إطار مشروع بروسول خاطر نحن نعرف نطمع التوسع في البقوليات البقوليات فما حاجة معتها خصوصية اللي هي تقنية شوية تحد من التوسع متاحها البكتيريا هذيك هي تثبت لذوت من الهواء في الأرض دونك يجب تسمى المخصب البيولوجي اللي هو الريزوبيوم عن طريق مشروع بروسول تماكنها من اقتناء واحدة لصناعة الريزوبيوم بشتكون موجودة في مركز الجرين وعلى ذمة القطاع الكل سياني سيديوم أنك فلاح ونسمع فيك تحكي على البرامج اللي يتخدم الحب نستنفع بالبرامج هذي كيف نعم اليوم كفلاح بالنسبة للبرامج برنامج بروسول في إطار اتفاقية نحن نتبع عن البرامج الوطنية موجودة باتبعات هذيك عن برنامج بروسول الفلاحة نحن كل يوم عن اللقاءات الإعلامية مع الفلاحة نقول لك أنه النهار 22 جاي عن يوم إعلامي في القروان في مركز حول موضوع هذا حول إدخال أصناف جديدة من البقوليات العالفي بشاركة مع البحث الفلاحة كل ديما مدعوين معنا وخاطر بتجيبش قول أنت فلاح خاطر كل خصوصية متى مستغلة تفرق على المستغلة الأخرى اللي ما يلقاش روح في أكثر البذور ينجم يمشي لتحسين المراعي إدماج الهندي في تغلية الحيوانية عندما تزميلنا سيعاد المنصق المشروع إن شاء الله في حساس قادم أخرى بش نرجع بأكثر تفاصيل على كل محور قاعد يخدم عليه ديوان لأنه اليوم إنتاج الأعلاف المحلية ولا موضوع مصيري ما عادش عنه خيار اليوم كما قلت سياني سنتي اليوم تنجم تكون عندك فلوسك ولكن ما تلقاش منين تشري نظرا لتزيد الطلب العالم يعني الأعلاف على المواد الفلاحية الأساسية بصفة عام سي أنيس أنت بش ناخذوك توا كمهندس بكري كنت أحكي معانك كهية مدير للدوان اليوم بش نحكي معك كمهندس مختص في موضوع أكثر الموضوع العلافية والرعوية شوة نجمة ضيف لنا في المجال هذا هو مهندس وماتها بش نقولك بالنسبة للأثار البذور العلافية هو مجال ماتها إحنا دجاء الدوان أول سؤال سيانيسي تسئل هو اليوم أرضنا تتجاوب معناها مع إنتاج البذور هذه معناها مناخ ولا حتى على مستوى المياه والتساقطات متاع الأمطار قادرين اليوم من أرضنا ننتج العلافة ناخذ المنطلق بتاني هو استغلال الأصناف المحلية اللي هي مستنبطات من البحث العلمي التونسي كنقوله مستنبطات البحث العلمي التونسي ما أنتها رأي أصناف متأقل معنا بالتجربة بالتجربة تكون أصناف اللي يمشي في الشمال كما يقولوا أنا سلة الشمال تمشي في الشمال تجمش تزرع السلة في وسط وجنوب فصل قابسية مثلا في المزرعة في الخروان في السقوي فما تنوع بتاني الأصناف اللي بحث موجود وعن طريق زاد اتفاقية بين ديمانتر بيت الماشات وفي المرعة والماء اللي بحث زراعية بتونس فما أصناف اللي تم استغلالها وتم الاكثار الأول بمركز دي جرين وبخلاف ماتها احنا قدين نعمل حتى بتاني بنك الجينات على استغلال البذور التلقائية الأصناف النباتي التلقائية كمسلة نعمل برنامج تجميع البذور تطلع طبيعيا في الأعوام الملائمة واكثرها بعد وضع لذلك الفلاحين مع انت التنوع بتاع البذور ما نتصور بش عندك خصوصية بتاع كل منطقة وشنو المتطالبات متاح وفما البحث العلمي الحق قائم بالخدمة من حيث التنوع الأصناف واحنا كادي وان كهيكل تتنمي قاعدين نخدموا اليد في اليد لغاية اكثار البذور وضع على مكثري البذور لشركات اكثار البذور وتأخذ الاكثار هذية لوضع الكميات على ضمة الفلاح سي أنيس وانت كما قلت لمن لول انت متعاود تحكي بصراحة اليوم قادرين نستغني على التوريد في العلاف كان نطبق النتائج البحثية الموجودة القادرين اليوم قادرين نستغني على التوريد نقل من التوريد قدر الامكان خاطر ما وإلا سي عندك هي معادلة يجب تضمن الحاجيات التغريد القطيع متاعك الحاجيات المثلة للتغريد القطيع متاعك ومن المعادلة الأخرى أنك تحد من نزيف العملة الصعبة لم تتكلف على الدولة لذلك العمل المكسيما على استغلال الموارد المحلية والأسناف المحلية الاستغناء كليين على التوريد ليس هدف مليوم الغدو هدف استراتيجي إن شاء الله نصل ونحقوه لكن ما نقولك هدف على مستوى قصير المدى أو متوسط المدى نحاول نقص نقص منه قدر الامكان خصوصية العلاف المراكزة خاصة من نستوض الفضوراء والسوج السوجة مثلا الدوراء كما تعرف الكلفة العالمية متاحها اضافت السوجة كيف كيف دق نقص الخطر لإيقاف النزيفة لكن يجب تحضر الأرض وتحضر الحلول البديلة اللي الدوان بدأ يخضر الحلول البديلة ونعطيك حاجة من الحاجات اللي تنجم متى بخلاف استغلال الموارد البديلة كما تثمين المخلفات وغيره فما أصناف وعدة لتنجم فما معتها بحوث صار الطبيقة بالتنسيق مع البحث كما نحكي لك فما صنف جديد تال غرفالة 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 من 40 صنف فايزة هذي مستمبط من المعة الوطن البحوث الزراعية بتونس تم أكثر الأول بمركز الجرين تابع الديوان وحاليا عنده شركات أكثر بذور الخصوصية متى صنف هذي هو متى الانتاج متاعه عالي وسلحت 4 طن فالكتار من الحبوب حد متى أقصى والنجم يتأقلم مع نقص الأمطار مقولش مع الجفافة مع نقص نسبة الأمطار ومتى الخصوصية متى أنه فيه نسبة من البروتين اللي متى في حدود 30% من البروتين اللي نجم يعوض تدريجيا السوجة في تغذية الأغنام وإن شاء الله احنا بدنا تقومنا بتجارة على تعويض السوجة بالقرافال النوربون اللي سوم فايزة وطات نتاج الجباية وإن شاء الله مواصلين خطر المعلومة مهمة معناه اليوم قادرين معناه أنه نستغنائه على توريد السوجة كان لا ما قلتش قادرين أول نقص لك فما حلول اللي قادرين نمشو فيها نحكي من الناحية العلمية معناه نحكي وعلميا عنا نبتة في تونس اللي هي قرفالة النوربون صنف فايزة قرفالة النوربون صنف فايزة هذه قيمتها الغذائية متعاوض السوجة أنا ما تفهم القيمة الغذائية متاحها تصل 30% من نسبة البروتينات قامت فما التجارب صارت على الأغنام وعطت نتائج إيجابية لكني احنا بالنسبة لل الكنسانتري مثل وين ما تروح مشكلة الكنسانتري في الأبقار أكثر من الأغنام التجارب على الأبقار بش تنطلق أنا ما نقول نستغنائه على السوجة نقصه من تريد السوجة أفهمت 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 وقد ما تندج محليا قد ما ديما أنت حتى مش متحسباش حتى عملة صعبة حتى أنت تتحكم في الإنتاج متاعك ما أنت محليا تقوش ديبندو أنت كما قلت لك أنا تجربة متاع الكورونا نرم معل متنا برجا حاجة سي أنيس لو كين تحكين تعطين أمثل على الخدمة اللي قاعدين تخدموا فيها أمثل حي على الخدمة اللي قاعدين تتخدم في إطار الشراكة مع مشروع برسول فعليا شنو اللي قاعدين تخدمتها قدت لي بكرة عندكم ضايعات قاعدين تتخدموا فيها عند ضايعة فريتيسة اللي دخلنا فيها برغم أنت كخضر هي ندامه ضايعة فريتيسة كحلقة ربط بين البحث وتنمية شنو اللي قاعدين تم التخلي عليه احنا كنشوفوا سنة القرط متاعنا 90% من قرط وقرط قصيبة احنا رجعنا لك البخوليات ما تنتاج قرط خليط من القصيبة غرفالة ولا قصيبة تريتيكال غرفالة قصيبة تريتيكال غرفالة حلبة هذا يكله يخلي ما تتوسع في المساحات بتاع الخلايا هذه اللي ترفع وفهم أقبال من الفلاحة لو على الخليط فهم أقبال من الفلاحة وخاصة من إذا تنتقي أنا مؤشر بشتعرف اللي فهم أقبال خدمة كبيرة خدمة مع كافة المتدخلين في القطاع من بحث من تنمية من إدارة عمل إنتاج الفلاحي الناس كل الدخل في القطاع هذا ومعطها والفلاح المسل جاد وخدر الفلاح احنا سمحني سنتفعل ومبعضا احنا صورنا في إتار مشروع بروسول صورنا مع فلاح يعتمد في الخليط العالي في هذي قال لك حتى البقرة معناها وليت تقنع فيسا معناها كي وكلها معناها مليكان تاكل خيثة مرات في النهار يقول لك وليت مرتين وتشبع معناها خادر تعطيه تعطيه أنت العليقة بيشكون فيها البقوليات والنجليات بيشكون علقة فيها الفروتين وفيها بيشكون علقة متوازنة وعندك حاجة أخرى الكلفة متاع الانتاج للتربة اللي هي الأساس أنت كي تزرع الخلاطات العلافية ضمن تزويد التربة بالأزوت والحيوان متغذي وبعد يرجع لك الغبار للتربة دونك ديما ندور وندور ونرجع للنقطة الأساسية اللي هي التربة متعمل أنت حكيت على عدد قديمة متاع انتاج البقوليات اليوم الدواني حاول في إتار شاركته مع مشروع برسول اللي حاول يعود يحييها اليوم كي سهل بش ترجع عادية ضاعة ولا سهل بش تغير عقلية الفلاح اليوم هو هي متلقتش مثل الخلايط فمعدد مشاريع دي بدين ننخدم فيها بالتنسيق مع البحث وصلنا فيها مع البرسول مثل كتاة انت اللي احنا عن القطاع الإضاحية نعطي قطاع إضاحية كيشوف الفلاح الفرق بين جار لإجراء الخليط العلفي يشوف الأرض متاعه العم الجاي كيفاش وشوف الحيوانات متاعه كيفاش بالملموس بالملموس عمالنا حتى زيارات ميدانية بين الفلاح بين بعضهم متى مشاه وشافه كل واحد شنو اللي وفهم الحاجة اللي باية فهم عن طريق مشروع اخر مشروع فيه متى ما البحث فهم شريكة بتاع اكثر بذور تبنيت انتاج قبل كان الفلاح يلوج على القرفيل وحده وعلى القصيبة وحده وعلى الحلب بشي خلط توفهم الشريكة تعطيك البذور متاعك خليط حذر باش وانت شنو تحب موجود ما انت نعطيك مؤشر احنا وقت انتلاق البرنامج سنة 2018 كانت انتلاق ب500 كيلو قرفيل في موجود في مركز اليوم الشريكة هذية بعد 80 من البذور الخلاط العرفي والطلب موجود ما تلقبال الفلاح يلقى ربحه ويلقى مردودير لوش عليها يتبع حيوان ومتجاوب معه يلقى يتبع ان شاء الله ان شاء الله كيف فما عدد تفقد من جيو شنهار ونفخط وثروتنا الحيوانية لان تونس في فترة من الفترات كان عندها فائد في الحليب تصدر الحليب كان عندها فائد في اللحوم اليوم حبينا ولكره النطر والحيوانية مهدى بفعل عوام الخارجية وكذلك بفعل عوام الداخلية لانه اليوم ما عنا حتى خيار الا نعمله على رواحنا وانه كيف نقول نثني ورقبة ونخدم الناس لكل مبعالنا سي أنيس زعيم مهندس عام وكهية مدير بديوان تربية الماشية هذه كانت مصافحة أولى وبش نرجع بأكثر تفاصيل على برنامج الشراكة بين الديوان وبروسول الخدمة كبيرة قاعدة تتخدم وخدمة مهمة خاصة في الظرف في الظرف الحالي اللي وليت فيه الأعلاف معنا حاجة مادة حيوية ومادة أساسية سي أنيس نعطيك الكلمة الأخرة تحب توجهها للفلاحة وإلا تحب كل ما حول هذه صحة أحنا أحب أن نقول في الختام التي قامتنا هذه قبل أن نكون مهانسين قبل أن نكون في الإدارة رأينا مواطنين ورأينا مستهلكين ورأينا ولاد البلاد هذه ولاد ترب هذه معناتها وظروف تصعيبة مربعة تونس من جميع النواحي وخاصة الظروف تغيرات المناخية هذه وأثرت هذه الحرب الروسية هذه الأوكرانية خلينا اليوم نستوعب الدرس الدرس التي أعطت هنا جائحة كورونا يجب أن نعمل لرواحنا ويجب أن ننسا كل فلاحة اللي هما والحق فلاحة تعاني برشا كلفة الإنتاج مرتفعة التزود بالمواد الأولية يلقى معناتها الصعوبات الترويج كيف كيف كلفة امتهم غالية برشا اللي تأثر بتباع لأننا كمستهلكين بعد أن بيدي المواطن بيش عنده انعكاس بيش خلص الفطور هذه لذا احنا نقول بش نتكلم باسم زملائي في البحث اللي نتعامل معهم متى يوميا كبحث وكتنمية بمختلف بالهياكل مركزيا وجهويا احنا ناس كلنا مبعضنا دونستين احنا كل ومرحبا بكم متى اي استفسار ولا اي كما قلت كيفاش نجم الفلاح ينتفع بأي برنامج الادارات بتاعنا محلولة مرحبا بالأي استفسار اداراتكم في كل الجهات موجودة ادارات في كل الجهات في الولايات الكل الموجودين عندكم صفحة فيسبوك عندكم موقع ويب موجود فيسبوك وموجود الويب وعننا دي كونتاكت موجودين بالادارات الكل وعننا كيف كيف كما قلت لك احنا نعمل ببرش على الزيارات الميدانية والأيام الاعلامية ونحب زادا كيف احنا نهارتنا عشرين مارس عنا يوم اعلامي حول ادخال متأصناف جديدة من البوكوليال في مركز الجرين بالخروان مرحبا بالفلاحة اللي حبوا يحضر معنا مرحبا بهم ونحب انحايا زميلي منصق المشروع سعادة الستي ومتأصناف كيف فريق بروسول مركزيا وجهويا ويعطيكم صحة يعطيك صحة سي انيس زعية مهندس عام وكهيد مدير بدوان تربيت الماشية وتوفير المرع كيف ما قلنا هذه مصافحة اولى اخدينا فيها فكرة على برنامج الشراكة بين دوان ومشروع بروسول احنا بشيكون عنا رقاءات مع مهندسين وخبراء من دوان تربيت الماشية بش نعطي معلومة باكثر دقة ونبسطها اكثر للفلاح بشي نجم يفهم اشن هو اليوم البدائل اللي متوفرت لو بشي ينتج العلاف ويحافظ على القطيع متاع واليوم كي نحكيو على القطيع ما نحكيوش على قطيع عند الفلاح نحكيو على ثروة وطنية تهم التوينس الكل وكي ما قلت سيانيس اليوم ما عاد عننا حتى خيار اللي نعودوا على الواحنا ونخدموا ارضنا ونخدموا بلادنا لانه في الظرف العالمي وهذا للأسف كان ما تكونش عندك قوتك وكان ما يكونش خبزك وكان ما يكونش لحمك من ارضك لك ما تنجمش تحكي على سيادة وما تنجمش تحكي على استقلالية قرارك هذي كانت كما قلنا مصافحة مع ديوان تربيت الماشية ان شاء الله استنيونا الخميس الجاي في موضوع جديد يهم تربتنا ويهم افلاحتنا